جسم الإنسان بيكون تحت تأثير وسيطرة جهازين بيتحكموا فيه الجهازين دول هما الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء الجهاز العصبي بينقسم إلى جهاز عصبي مركزي بيشمل كل من المخ والحبل الشوكي وجهاز عصبي طرفي بيشمل العصاب الطرفية وشرحنا الجهاز العصبي قبل كده بالتفصيل اللي بيميز الجهاز العصبي هو أنه بيتحكم في وظيف الجسم من خلال اتخاذ القرارات السريعة على سبيل المثال لو تلاسعت من النار اللي بياخد القرار السريع في عينك تشيل إيدك بسرعة هو الجهاز العصبي ولكن عيب الجهاز العصبي هو أنه بيتم استهلاكه بسرعة فمش بيستمر معاك بشكل دائم وهنا ييجي دور جهاز الغدد الصماء وهو اللي بيكمل شغل الجهاز العصبي ولكنه بطير بس مستمر يعني ايه الكلام ده؟ لو مثلاً كلب بيجري وراك جسمك محتاج أنه ياخد قرار سريع علشان يجري اللي بيتخذ قرار الجاري بسرعة هو الجهاز العصبي ولكن لو نفترض أن الكلب فضل يجري وراك لمدة ساعة الجهاز العصبي مش هيساعدك على استمرار الجاري وهنا بييجي دور جهاز الغدد الصماء وبيساعدك تجري لمدة ساعة وبيكمل معاك لأكتر مدة ممكنة وبالتالي الجهازين اللي بيتحكموا في وظائف الجسم المختلفة واحد سريع وغير مستمر وهو الجهاز العصبي وواحد بطيء ولكنه مستمر وهو جهاز الغدد الصماء لو هنتخيل الجهاز العصبي عمارة كبيرة واحدة بناء العمارة دي هي الطوبة كذلك واحدة بناء الجهاز العصبي هي انخلية العصبية يعني الخلية العصبية بالنسبة للجهاز العصبي هي بمثابة الطوبة بالنسبة للعمارة وحدة البناء والخلية العصبية زي اي خلية في جسم الانسان صغيرة مش بنقدر نشوفها بعيوننا المجرد الخلية العصبية واللي اسمها النيورون او نيرف سيل بتتكون من حاجتين اول حاجة هي جسم الخلية نفسها وتاني حاجة وهي شوية زوايد بتخرج من جسم الخلية يبقى كده الخلية العصبية بتتكون من جسم الخلية العصبية وزوايد الخلية العصبية بالنسبة لجسم الخلية العصبية بيكون في كل مكونات الخلية النموذجية هنلاقي نواة مستديرة وهنلاقي كمان سيتو بلازم والسيتو بلازم في الخلية العصبية اسمه نيرو بلازم لأن أي حاجة خاصة بالعصب هنقول عليها كلمة نيورو يعني متعلق بالعصاب فيبقى السيتو بلازم هي اللي بيكون موجود في الخلية العصبية اسمه نيورو بلازم النيورو بلازم بيكون فيه كل العضيات اللي احنا عارفينها في أي خلية زي مثلا الميتوكوندريا وأجسام جولجي والريبسومات وغيرهم من العضيات اللي بتساعد الخلية العصبية في وظفتها مع هذا عضي واحد مش بيكون موجود في الخلية العصبية والعضي ده هو السنتروسوم أو الجسم المركزي الجسم المركزي دوره رئيسي هو أنه بيساعد الخلية على الانقصام والخلية العصبية مش بتنقسم لأنها مش بتحتوي على جسم مركزي علشان كده الأمراض اللي بتكون متعلقة بتلف الخلية العصبية زي مثلا الزهايمر والشلن مش بيكون لها علاج لأن الخلية العصبية مش بتقدر تنقسم بسبب عدم احتواءها على الجسم المركزي النيوروب لازم بيحتوي أيضا على لويفات دقيقة اسمها لويفات عصبية وكمان بيحتوي على حويبات اسمها حويبات نسل ودي عبارة عن حويبات دقيقة مش بتكون موجودة غير في الخلية العصبية بس والعلماء يعتقدوا أن الحويبات دي هي الرزاء الخلية العصبية لأنهم لحظوا أن عدد الحويبات دي بيقل أثناء نشاط الخلية وبالتالي استنتجوا أن الخلية العصبية بتستهلك حويبات نسل أثناء نشاطها يعني كده بنستنتج أن في علاقة عكسية ما بين نشاط الخلية العصبية وحويبات نسل اللي بتكون موجودة جواها كل ما يزيد نشاط الخلية العصبية بتستهلك حويبات نسل فبيقل عددهم في الخلية يبقى كده جسم الخلية العصبية بيحتوي على نواة مستديرة النواة دي بيقود بها سيتوبلازم وطالما السيتوبلازم ده موجود في خلية عصبية يبقى اسمه النيوروبلازم والنيوروبلازم بيكون جواه كل عضيات الخلية مع هذا الجسم المركزي اللي هو السنتروسوم وبالتالي الخلية العصبية مش بيقدر أن هي تنقصب كمان النيوروبلازم بيحتوي على لويفات صغيرة اسمها لويفات عصبية وبيحتوي برضو على حويبات صغيرة اسمها حويبات نسل مش بتكون موجودة غير في الخلية العصبية بس ويعتقد أن هي غزاء مضخر بتستهلك الخلية أسناء نشاطها نيجي بعد كده لتاني مكون من مكونات الخلية العصبية وهي الزوائد زوائد الخلية العصبية وزوائد الخلية العصبية بيكون في منها نوعين أول نوع هو الزوائد الشجيرية واللي اسمها دندريتس ودي بتكون عاملة شبه فروع الشجرة علشان كده اسمها زوائد شجيرية وظيفة الزوائد الشجيرية هو أنها بتستقبل الإشارات العصبية من الخلية التانية يعني بتشكل مكان اتصال ما بين خلية عصبية والتانية الزوائد الشجيرية بتكون قصيرة وبيكون عددها كبير علشان تزود من مساحة السطح اللي بتستقبل من خلاله الإشارات العصبية وده كده اسمها المنقمة الوظفية للزواد الشجيرية اللي هو عددها كبير علشان تزود من مساحة السطح المستقبل للإشارات العصبية الزواد الشجيرية بتخرج من جسم الخلية العصبية فلما بتنتقل التنبيهات أو الأشارات العصبية من خلية عصبية للتانية معظم التنبيهات العصبية بتدخل عن طريق الزواد الشجيرية والباقي بيدخل عن طريق جسم الخلية يبقى كده لو هنتكلم عن استقبال الإشارات العصبية هنقول الزواجد الشغيرية وجسم الخالية العصبية هما اللي بيستقبلوا الإشارات العصبية تاني نوع معان somethin أنواع زواجد الخالية العصبية هو محور الخالية محور الخالية العصبية أو إسمه الليفة العصبية أو ما يسمى بإسم أكسل المحور بيكون ممتد من جسم الخالية العصبية وطوله ممكن يوصل لأكتر من مت يبقى مثلاً لما أقول لك أحد مكونات الجهاز العصبي طوله ممكن يوصل لتسعين سنتيمتر هتقول لي محور الخلية العصبية المحور بينتهي بنهايات اسمها النهايات العصبية أو ممكن نقول عليها اسم الزوائد وطالما بتخرج من المحور يبقى اسمها الزوائد المحورية النهايات العصبية بتتصل بالزوائد الشغيرية بتاعة الخلية العصبية التانية في منطقة اسمها التشابك العصبي يبقى احنا كده لازم نبقى عارفين ان السال العصبي اللي هو الاشارة العصبية او التنبيه العصبي بتتحرك في اتجاه واحد فبيدخل الى الخلية العصبية ياما عن طريق الزوائد الشجيرية وده الشائع او عن طريق جسم الخلية العصبية وبعد كده بيمر خلال محور الخلية العصبية اللي بينقله في النهاية الى النهايات العصبية او الزوائد المحورية بعد كده النهاية العصبية بيتني للإشارة العصبية إلى خلية عصبية تانية من خلال التشابك العصبي محور الخلية علشان يقدريني للإشارة العصبية بسرعة بيكون مغلف بغلفين من الخارج الغلاف الأول اسمه الغمد النقاعي أو اسمه مايلين شيس والغمد النقاع عبارة عن مادة دونية بيضة اسمها مايلين مادة الميلين قلنا إن هي عبارة عن مادة دونية بيضاء بتكون موجودة على شكل قطع قطع وراء بعضها وبيفسر ما بينهم فواصل اسمها عقد رون فييه ومادة الميلين اللي بيكونها نوع من خلايا خاصة اسمها خلايا شوان هنعرفها أكتر بعد كده السيالات العصبية اللي بتيجي تنتقل خلال المحور بتمر خلال عقد رون فييه بس لأن مادة الميلين قلنا إن هي مادة دونية عازلة مش بتسمح بمرور السيالات العصبية خلالها فيبقى شكل السيالات العصبية وهي ماشي خلال محور الخلية العصبية أو الليفة العصبية هو إنها بتقفز قفز قفزات خلال عقد رون فييه فقط وكل ما تزيد طبقات الميلين بيزيد عدد قفزات السيالات العصبية فيزود من سرعتها فتبقى لعلاقة طردية ما بين كمية الميلين وسرعة انتقال السيالات العصبية في محور الخلية وفي بعض الأشخاص بيكون عندهم مرض مناعي بيسبب تآكل وضمار الغلاف الميليني لمحور الخلية العصبية وبالتالي المرض ده بيسبب بطء حركة أو انتقال السيال العصبي لأن مادة الميلين قلنا أن هي مادة عزلة تعمل على زيادة سرعة السيال العصبي الغمد المخاء بيكون محاط من الخارج بطبع رقيقة بتغلفه اسمها الجشاء العصبي وإشاء يعني لمة وعصبي قلنا يعني نيورو فيبلغشاء العصبي هو هو النيورو لما اللي بيغلف انغمد النخاعي من الخارج نيجي بعد كده لأنواع الخلية العصبية احنا عندنا ثلاث أنواع من الخلايا العصبية خلايا عصبية حسية وخلايا عصبية حركية وخلايا عصبية موصلة أو رابطة عايزك تتخيل معاك ده مثلا أن فيه دبوس دخل في الجلد اللي بيحصل هو أن الجلد بيكون فيه نهايات عصبية حسية بتحس الإشارة العصبية اللي سببها الدبوس ده فبينقلها للجهاز العصبي المركزي اللي بيشمل كل منه المخ والنخاع الشوكي واللي بيحتوي على خلايا موصلة بتوصل الإشارة من الخلايا الحسية إلى الخلايا العصبية الحركية فبتنل الإشارة إلى العضلات علشان تستجيب وتحرك إديك فبقى كده احنا عندنا عدو استقبال زي الجلد مثلا بيستجيب لمؤثر زي مثلا درجة الحرارة أو الدبوس أو الشمعة أو أيا كان المؤثر إيه فبينقل سيال عصبي للخلايا العصبية الحسية اللي بينقلها للخلايا الموصلة اللي بتوصل ما بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحرقية فبينتقل السيال العصبي لأعضاء الاستجابة زي مثلا الغدد والعضلات علشان تستجيب للمؤثر فبقى كده دور الخلايا العصبية الحسية هو إنها بتنقل السيالات العصبية من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي ودور الخلايا العصبية الحرقية هو إنها بتنقل السير العصبي من الجهاز العصب المركزي إلى أعضاء الاستجابة زي مثلا الغدد والعضلات والخلايا العصبية المنصلة أو الرابطة دورها إنه تربط ما بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحرقية يعني بيتقوم بدور حالية الوصل ما بينهم وبناء على وظيفة كل نوع من أنواع الخلايا العصبية باللاحظ إنهم بيختلفوا في شكلهم وحجمهم الخلايا العصبية الحسية بنلاحظ خروج طرف واحد بس من قطب واحد من جسمها فيبقى اسمها أحادية الأقطاب يعني يوني بولر والخلايا العصبية المنصلة بنلاحظ أن بيخرج منها طرفين من قطبين فيبقى اسمها سنائية الأقطاب يعني باي بولر والخلايا العصبية الحرقية بيخرج منها أكتر من طرف من أكتر من قطب فيبقى اسمها متعددة الأقطاب أو مالتي بولر نجي بعد كده النوع تاني من أنواع الخلايا اللي بيكون موجود ضمن تركيب النسيج العصبي وهي خلايا غير عصبية ولكنها من ضمن مكونات النسيج العصبي الخلايا دي اسمها خلايا الغراء العصبي الخلايا دي معروفة بقدرتها على الانقصام على عكس الخلايا العصبية الوظائف الأساسية لخلايا الغراء العصبي هم خمس وظائف وبيتم تلخصهم في كلمة عد ممر العين يعني عازلة لأنها بتعمل كعازل ما بين الخلايا العصبية والدال يعني داعمة لأنها بتدعم الخلايا العصبية عن طريق تكوين نسيج ضمن بيدعم الخلايا والميم الأولى مغزية لأنها بتغزي الخلايا العصبية عن طريق أن هي بتوصل ما بينها وما بين الشعيرات الدموية وبالتالي بتنقل الغزاء من الدم إلى الخلايا العصبية وبكده بتشارك حويبات نسل في وظيفة التغذية والميمة التانية معوضة لأنها بتقدر تنقسم وبتقدر تعوض بعض الأجزاء التالفة والمقطوعة من الخلايا العصبية زي مثلا محور الخلية ولكن طبعا مش بتقدر تعوض جسم الخلية والراءة الأخيرة معناها أن هي رابطة لأنها بتربط المحاور اللي هي الألياف العصبية مع بعضها وطبعا بالأغلفة اللي بتكون محيطة بيها لما بيرتبط المحاور مع بعضها بتكون حزمة اسمها الحزمة العصبية اللي بيتكون منها بعد كده العصب فيبقى كده فيه حاجة اسمها المحاور كل شوية محاور مع بعضها مع الأغلفة اللي بتحيط بيها بيكونوا حزمة اسمها الحزمة العصبية والحزمة العصبية بتكون محاطة من الخارج بغلاف اسمه غلاف الحزمة الحزم العصبية بتتحد مع بعضها وبتكون العصب والعصب بيكون محاط من الخارج بغلاف اسمه غلاف العصب وبالتالي كده احنا بنستنتج ان غلاف العصب بيكون اكبر من غلاف الحزمة لان طبعا غلاف العصب بيكون محيط بعدد من الحزم العصبية وبالتالي كتر غلاف العصب بيكون اكبر من كتر غلاف الحزمة العصبية بعد ما فاهمنا تركيب الخلية العصبية وعرفنا أن في منها ثلاث أنواع وهم الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحرقية والخلية العصبية المنصلة أو الرابطة ما بينهم وعرفنا شكل ودور كل واحد منهم كويس وأن الثلاثة بيشتركوا في وظيفة واحدة وهي نقل السيال العصبي تعال كده نرجعهم بسرعة ونرجع نفهم إزاي السيال العصبي بينتقل خلالهم احنا عندنا ثلاث أنواع من الخلية العصبية خلية عصبية حسية وخلية عصبية حرقية وخلية عصبية منصلة أو رابطة عايزك تتخيل معاك كده مثلا أن فيه دبوس دخل في الجلد اللي بيحصل هو أن الجلد بيكون فيه نهايات عصبية حسية بتحس الإشارة العصبية اللي سببها الدبوس ده فبينقلها للجهاز العصبي المركزي اللي بيشمل كل منه المخ والنخيع الشوكي واللي بيحتوي على خلايا منصلة بتوصل الإشارة من الخلايا الحسية إلى الخلايا العصبية الحرقية فبتليل الإشارة إلى العضلات علشان تستجيب وتحرك إيديك فبقى كده احنا عندنا عدو استقبال زي الجلد مثلا بيستجيب لمؤثر زي مثلا درجة الحرارة أو الدبوس أو الشمعة أو أيا كان المؤثر إيه فبينقل سيال عصبي للخلايا العصبية الحسية اللي بينقلها للخلايا المنصلة اللي بتوصل ما بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحرقية فبينقل السيال العصبي لأعضاء الاستجابة زي مثلا الغدد والعضلات علشان تستجيب للمؤثر فبقى كده دور الخلايا العصبية الحسية هو إنها بتنقل السيالات العصبية من أعضاء الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي ودور الخلايا العصبية الحرقية هو إنها بتنقل السيال العصبي من الجهاز العصب المركزي إلى أعضاء الاستجابة زي مثلا الغدد والعضلات والخلايا العصبية المنصلة أو الرابطة دورها إن هي بتربط ما بين الخلايا العصبية الحسية والخلايا العصبية الحرقية يعني بتقوم بدور حالية الوصل ما بينهم وبناء على وظيفة كل نوع من أنواع الخلايا العصبية بنلاحظ إنهم بيختلفوا في شكلهم وحجمهم الخلايا العصبية الحسية بنلاحظ خروج طرف واحد بس من قطب واحد من جسمها فيبقى اسمها أحادية الأقطاب يعني يوني بولر والخلايا العصبية المنصلة بنلاحظ إن بيخرج منها طرفين من قطبين فيبقى اسمها سنائية الأقطاب يعني باي بولر والخليل العصبي الحرقية بيخرج بينها أكتر من طرف من أكتر من قد فهيبقى اسمها متعددة الأقطاب أو مالتيبولر السيال العصبي هو عبارة عن رسالة رسالة بتنقلها الأعصاب بتنقلها من أعضاء الإحساس زي الجلد كده مثلا فبنقول عليها أجهزة الاستقبال بتنقلها للجهاز العصبي المركزي اللي بيشمل كل من المخ والحبل الشوك وبعد كده بتنقلها لأعضاء الاستجابة زي العضلات والغدد انتقال السيال العصبي في حقيقته هو ظاهرة كهربية ليها طبيعة كيميائية وعلشان نفهم اللي بيحصل عند مرور السيال العصبي على طول الليفة العصبية بيحتاجين ندرس التغيرات اللي بتحصل على الخلية العصبية في عندنا أربع حالات متتالية أول حالة وهي حالة الخلية العصبية في وضع الراحة وتاني حالة وهي حالة تنبيه الخلية العصبية والحالة التالتة وهي حالة انتقال السيال العصبي خلال الألياف العصبية والحالة الرابعة هي عودة الخلية العصبية تاني لحالتها الطبعية بس الأول قبل ما ندرس اللي أربع حالات تعال كده أمثلك اللي أربع حالات بطريقة درامية علشان نسبة المعلومات عايزك تتخيل معايا كده إن الخلية العصبية عاملة زي مدرسة المدرسة دي جواها طلبة طيبين بنور مزليهم بالرمز الموجب زي مثلا أيونات البتاسيوم واللي رمزها كي موجب وكمان جواها طلبة تانيين أشرار بنور مزليهم بالرمز السالب زي مثلا أيونات الكولور اللي بنورزلوها بالرمز سي إل سالب وكمان برضو جوا المدرسة دي البروتينات اللي شحنتها بتكون سالبة وبنورمزلها بالرمز بي تي سالب بره المدرسة برضو بيكون في طلبة طيبين بنورمزلوهم بالرمز موجب زي مثلا أيونات السوديوم اللي بنورمزلوهم بالرمز ني إي موجب وكمان بيكون في طلبة أشرار بنورمزلوهم بالرمز السالب زي أيونات الكولور اللي بنورمزلوهم بالرمز سي إل سالب في خناعة جوه المدرسة وبرى المدرسة ما بين الطلاب الطيبين والطلاب الأشرار ولكن جوه المدرسة أيونات القلور وكمان البروتانات بيكون عددهم كتير وأيونات البوتاسيوم عددهم كتير برضه ولكن القلور والبروتين بيكون أكتر فهو اللي بيكسب وبيستحوز على كل اللي داخل المدرسة فبتبقى المدرسة من جوه شحنتها سالبة وبرى المدرسة فيه خناقة ولكن عدد أيونات السوديوم الموجبة عددهم أكبر بكتير من أيونات القلور السالبة فهو اللي بيكسب وبيستحوز على السطح الخارجي للمدرسة فيبقى كده شحنة المدرسة من الداخل سالب وشحنة المدرسة من الخارج موجب ودي بتكون الحالة الطبيعية للمدرسة اللي جوه بيكون سالب واللي بره بيكون موجب والحالة دي كده اسمها حالة الاستقطاب بعد كده أيونات البوتاسيوم الموجبة اللي هم الطلاب الطيبين اللي جوه بيلجأوا الزمالهم التانين اللي بره وهم أيونات السوديوم فأيونات السوديوم بتستجيب لهم وبتسيب مكانها بره وبتدخل علشان تساعد زمالهم جوه وبالفعل بتنجح أيونات السوديوم ويتسيطر على الوضع جوه المدرسة وتبقى هي المستحوز وبيعادلوا كل أيونات القلور والبروتين وبيكسبوهم كمان وتبقى الشحنة في الداخل موجبة ولكن السوديوم بيسيب مكانه بره وبكده الجو بقى فاضي لعيونات القلور السالبة بره وتبقى هي المستحوزة في الخارج ويبقى كده الشحنة من الخارج سالب والحالة دي اسمها حالة اللا استقطاب أو إزالة الاستقطاب بعد كده أيونات البوتاسيوم اللي جوه بتقرر إن هي تخضر بزمالهم السوديوم اللي دخلت علشان تساعدهم فبتسيب مكانها جوه المدرسة وتخرج بره لا ومش بس كده دي بتقفل وراها البوابة علشان ما تخليش أيونات السوديوم تخرج معاها وبكده جوه المدرسة أيونات الكلور السالبة والبروتونات السالبة بترجع تغلب تاني أيونات السوديوم اللي بتكون دخلت جوه علشان تساعد البوتاسيوم والبوتاسيوم غادرت بيها وخرجت فيبقى كده السطح الداخلي يرجع سالب تاني وايونات البوتاسيوم الموجب لما بتخرج بتتغلب بسهولة على الشحنات السالبة ويرجع السطح الكارجي موجب تاني يعني الوضع يرجع لطبيعته اللي جوه سالب واللي بره موجب وينا يجي نظر المدرسة ويلاحظ ان فيه طلاب جوه مش طلاب المدرسة وطلاب المدرسة الأصليين بره فيرجع الطلاب تاني لماكنهم ويطلع الطلاب التانيين بره وبرضه يفضل السطح اللي جوه سالب واللي بره موجب وبكده ترجع كل حاجة لطبيعتها زي الأول بالزبط او ده بقى اللي حصل في الخلية العصبية أثناء انتقال السيال العصبي ولكن بالسياق درامي بيثبت لك المعلومات تعال نقول نفس الكلام تاني ولكن في سياق علمي أوضح قلنا ان الخلية العصبية بتمر بأربع حالات أول حالة وهي حالة الراحة في حالة الراحة للخلية يعني ما فيش أي مؤثر بيأثر على الخلية بيكون فيه اختلاف واضح في تركيز الأيونات داخل وخارج الخلية العصبية بحيث ان التركيز أيونات السوديوم اللي شحنتها مجابة بتكون خارج الخلية أكتر بكتير عن تركيزها داخل الخلية بنسبة من 10-15 مرة يعني مثلا لو فيه جوة الخلية العصبية حوالي 10 أيونات سوديوم بره بيكون فيه حوالي من 100-150 أيون سوديوم كمان تركيز أيونات البوتاسيوم المجابة بيكون داخل الخلية أكتر 30 مرة من تركيزها في السائل الخارجي المحيط بالخلية ولكن تركيز الأيونات السلبة بيكون أعلى بكتير من تركيزها في الخارج وده طبعا بسبب وجود البروتنات اللي شحنتها سلبة وكمان أيونات القلور اللي شحنتها سلبة كل دول بيكون موجودين جوة الخلية فكمية الأيونات السلبة اللي جوة الخلية العصبية بتعادل كل الأيونات المجابة وبيتفوقوا عليها وبالتالي السطح الداخلي للخلية العصبية بيكون سالب إنما كمية الأيونات الموجبة خارج الخلية العصبية بتعادل كل الأيونات السالبة وبيتفوقوا عليها وبالتالي السطح الخارجي بيكون موجب وده بيكون توزيع غير متكافئ للأيونات داخل وخارج الخلية العصبية فبيسبب فرق جود اسمه فرق الجود التأثيري واللي بيساوي سالب 70 ميلي فولت وطبعا كل ده الخلية في حالة الراحة فيبقى الجهد في وقت الراحة سالب 70 ميلي فولت ومن هنا بتنشأ حالة اسمها حالة الاستقطاب واللي اسمها بولريزيشن فتبقى حالة الاستقطاب هي حالة الخلية في وقت الراحة لما يكون سطحها الخارجي موجب وسطحها الداخلي سالب والجهد بيكون سالب 70 ميلي فولت نيجي بعد كده للحالة التانية واللي بتبدأ عند تنبيه الخلية العصبية لما بيوصل السيال العصبي للخلية العصبية بيحصل لها شوية تغيرات في نفذيتها للأيونات فبيحصل اندفاع كميات كبيرة من أيونات السوديوم إلى داخل الخلية واندفاع كميات قليلة من أيونات البوتاسيوم إلى خارج الخلية وطبعا الموضوع ده بيحصل من خلال قنوات موجودة في غشاء الخلية العصبية كمية أيونات السوديوم الموجبة اللي بتدخل بتعادل للأيونات السالبة اللي بتكون موجودة داخل الخلية وبالتالي السطح الداخلي للخلية العصبية بيصبح موجب بعد مكان سالب والسطح الخارجي بيصبح سالب علشان الأيونات الموجبة الكتيرة اللي سابت مكانها ودخلت للخلية يعني حصل عكس اللي كان موجود في حالة الراحة والحالة دي اسمها إزالة الاستقطاب أو اللا استقطاب وفي الحالة دي بيكون فرق الجود حوالي موجب 40 ميلي فولت فيبقى كده حالة إزالة الاستقطاب أو اللا استقطاب هي حالة الخلية العصبية وقت الاستصارة لما يكون سطحها الخارجي سالب وستطحها الداخلي موجب وفرق الجود بيكون حوالي موجب 40 وعلشان الخلية العصبية تنتقل من حالة الراحة إلى حالة الاستصارة يعني من حالة الاستقطاب لحالة اللا استقطاب محتاجة مؤثر قوي المؤثر ده جوده لازم يساوي 110 ميلي فولت وما ينفعش يكون أقل من كده لأن فرق الجود في حالة الراحة بيكون سالب 70 ميلي فولت وفي وقت الاستصارة بيكون موجب 40 وبالتالي كده الخلية العصبية محتاجة مؤثر يغطي السالب 70 فولت ويوصلها لموجب 40 يعني ما يقلش عن 110 ميلي فولت والجود ده اسمه جود الفاعلية المعروف باسم Action Potential فيبقى كده جود الفاعلية هو عبارة عن ظاهرة إزالة الاستقطاب من سالب 70 ميلي فولت إلى موجب 40 ميلي فولت وبالتالي بيساوي 110 ميلي فولت نيجي بعد كده للحالة التالتة واللي بتوضح لنا انتقال السيال العصبي خلال الالياف العصبية لما بيحصل إزالة استقطاب في منطقة معينة لغشاء الليفة العصبية بينتقل بعد كده للمنطقة اللي جنبها ويحصل فيها نفس اللي حصل في اللي قبلها ويفضل ينطقل السيال العصبي على هيئة موجات من إزالة الاستقطاب على طول الليفة العصبية وبعد كده الحالة الرابعة وهي عودة الخلية العصبية لحالتها الأصلية فأول ما تأثير المنبع أو السيال العصبي يعدي بيحصل شوية تغيرات على غشاء الليفة العصبية علشان ترجع لطبعتها اللي بيحصل هو ان غشاء الخلية العصبية بيفقد نفازيته لأيونات الصوديوم وبتزيد نفازيته لأيونات البوتاسيوم يعني كده مفيش صوديوم بيخرق واللي بيخرق بس هو البوتاسيوم فالبوتاسيوم لما بيخرج بتزيد الشحنة الموجبة في الخارج فيبقى في الخارج موجب وفي الداخل بترجع تاني تتغلب الأيونات السالبة على الموجبة فيبقى كده في الداخل سالب وبكده ترجع الخلية العصبية لحالتها الطبعية بره موجب وجوه سالب والأسباب اللي وصلتنا لحالة الاستقطاب دي هنلخصها في ثلاث أسباب أول سبب معنا هو النفازية الاختيارية غير المتكافأة لأيونات الصوديوم نفازية اختيارية لأنها بتكون من اختيار الخلية وحسب حاجتها غير متكافأة لأن غشاء الخلية العصبية في وقت الراحة اللي هي حالة الاستقطاب بيكون أكتر نفازية لأيونات البتاسيوم إلى الخارج عن أيونات الصوديوم بحوالي 40 مرة فبتستقر أيونات البتاسيوم على السطح الخارجي للخلية وبالتالي بتزيد الشحنة الموجبة تاني سبب هو وجود بروتنات متأينة أو زنها الجزائية عالية والبروتنات دي بتحمل شحنات سالبة وكمان في أيونات القلور السالبة وبالتالي شحنة الناحية الداخلية بتكون سالبة تالت سبب معنا وهو مضخات الصوديوم والبتاسيوم اللي بتكون موجودة في جشاء الليفة مضخات الصوديوم والبتاسيوم لها دول مهم في الحفاظ على السابات النسبي لتوزيع الأيونات علشان بتسمح لأيونات البتاسيوم الموجبة إن هي تخرج وتتراكم خارج الخلية وبتسيب أيونات القلور وكمان البروتنات السالبة اللي مش بتقدر إن هي تمر بسبب حجمها الكبير لحد ما يوصل فرق الجهد إلى سالب 70 ميني فولت فبيرجع تاني توزيع الأيوني غير متكافئ لغشاء خلية اللي قلني عليه في وقت الراحة وهو خروج أيونات البتاسيوم لنخارج أكتر 40 مرة من أيونات الصوديوم وتبقى الحالة دي اسمها عودة الاستقطاب يعني بره بيكون موجب وجوه سالب ولكن اللي بره بيكون موجب بسبب زيادة تركيز أيونات البتاسيوم اللي بيكون كتير بره مش الصوديوم وإحنا عايزين بره يكون موجب ماشي ولكن يكون بسبب وجود أيونات الصوديوم مش أيونات البتاسيوم في الحالة دي بتستعيد الخلية خوصها الفيسولوجية تاني خلال فترة اسمها فترة الجموح أو الامتناعة علشان تقدر تنقل سيال عصب جديد وده اللي قلنا عليه اللي عمله ناظر المدرسة لما رجع الصوديوم مكانه تاني بره والبتاسيوم رجعه تاني مكانه جوه وفترة الجموح أو الامتناعة هي فترة زمنية وصيارة بتتراوح من واحد من ألف إلى تلاتة من ألف من السنية وبتكون مباشرة بعد إصارة العصب بيستعيد فيها غشاء الخلية العصبية خوصها الفيسولوجية علشان يقدر ييني لسيال عصب جديد وخلال الفترة دي مش بيقدر يستجيب العصب لأي مؤثر مهما كانت قوته والرسم البيان اللي قدامنا ده بيوضح لنا التغيرات اللي حصلت الخلية العصبية أثناء مرور السيال العصبي خلالها أول حاجة الخلية العصبية في وقت الراحة فارغ الجهد بيكون سالب 70 ميلي فولت لما بيحفزها السيال العصبي قوي جهد فعليته بتوصل ل110 ميلي فولت بيوصلها لحالة اللا استقطاب اللي بيكون عندها فارغ الجهد موجب 40 ميلي فولت بعد كده بينتقل السيال العصبي فبترجع الخلية تاني لحالة اللا استقطاب عند سالب 70 ميلي فولت ولكن بيحصل زيادة تاني في الاستقطاب خلال فترة الجموح أو الامتناع بعدها على طول بترجع الخلية لحالة الراحة اللي هي حالة الاستقطاب وبتكون جاهزة لاستقبال سيال عصبي جديد وظيف الجسم المختلفة زي الحركة والتنفس والبلع والإحساس وحواس الجسم الخامسة اللي هما البصر والشم والتزوق والسمع واللمس كل دول ظايف بتعملها أعضاء مختلفة في جسمنا ولكن مين اللي بيتحكم فيهم؟ مين اللي بينسق ما بينهم ويد الأوامر؟ مين رئيس جمهورية الجسم؟ كده احنا بنتكلم عن الجهاز العصبي اللي هنقول عليه مصطلح رئيس جمهورية الجسم الجهاز العصبي بينقسم إلى جهاز عصبي مركزي موجود في مركز الجسم واسمه central nervous system وجهاز عصبي طرفي واسمه peripheral nervous system الجهاز العصبي المركزي من اسمه بيكون موجود في مركز الجسم وبتكون من الدماغ أو المخ والحبل الشوكي أو النخاع الشوكي والجهاز العصب الطرفي هو عبارة عن الأعصاب اللي بتخرج من المخ والنخاع الشوكي وبتروح لأطراف الجسم وهم منعين من الأعصاب أعصاب بتطرف من المخ وعددهم 12 زوج واسمهم العصاب المخية أو العصاب الدماغية وعصاب تانية بتطرف من الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي وعددهم 31 زوج واسمهم العصاب الشوكية تعالى كده الأول نمسك الجهاز العصبي المركزي ونشرحه بالتفصيل أول وأكبر مكون معنا من مكونات الجهاز العصبي هو الدماغ الدماغ ووزنه عند الولادة بيكون حوالي 350 جرام وفي الشخص البالغ بيكون وزنه حوالي 1400 جرام يعني النسبة ما بين وزن الدماغ عند الولادة إلى وزن الدماغ عند البلوغ بيكون حوالي من 1 إلى 4 الدماغ بيكون موجود داخل الجمجمة علشان تحميه وهنا حتى نستنتج وما نلاحظ حاجة مهمة وهي أن وزن الدماغ بيكبر وبالتالي حجمه بيكبر علشان كده الطفل اللي بتولد جمجمته مش بتكون عبارة عن علبة مقفولة كده وخلاص لا خالص ده بيكون فيها فواصل ما بين العظم وبعضه علشان لما حجم الدماغ يكبر يقدر يساع الدماغ كله والفواصل دي بتيفل مع بعضها بعد السن البلوغة لما الدماغ بياخد حجمه الطبيعي وظيفة الجمجمة هي حماية الدماغ حماية أهم عضو في جسم الإنسان اللي هو رئيس جمهورية الجسم علشان كده عظم الجمجمة بيكون قوي جدا وبيحميه ضد أي صدمات مش بس الجمجمة هي اللي بتحمي المخ فيه كمان أغشية بتكون نحيطة بالمخ علشان بتحميه وبتغزيه الأغشية دي اسمها السحاية أو الأغشية السحاية وهم تلت أغشية بيغلفوا المخ والنخاع الشوكي التلت أغشية بيترتبوا من الخارج للداخل كلقاتي أو الغشاء اسمه الأم الجافية ودي اللي بتبطن عظام الجمجمة من الداخل وإحنا عارفين إن العظام دي نسيق صلب وقوي علشان كده محتاج غشاء صلب وجاف زيه وهو الأم الجافية إنما المخ هو نسيق طري ولين علشان كده بيتلتصك بيه الأم الحنون وبيكون ما بينهم غشاء بيمسكهم في بعض زي العنكبوت كده واسمه الأم العنكبوتية يبقى كده لغشية السحاية أول غشاء هو الأم الجافية اللي بتبطن عظام الجمجمة تاني غشاء هو الأم الحنون اللي بتكون لازقة على سطح المخ تلت حاجة واللي ما بينهم وهي الأم العنكبوتية والفراغ اللي بيكون تحت الأم العنكبوتية بيملاء سائل اسمه السائل الدماغي الشوكي وظيفته هو إنه بيمتص الصدمات وبيغز المخ الدماغ بينقسم إلى 3 مناطق وهم الدماغ الأمامي 4 brain والدماغ المتوسط أو الأوسط mid brain والدماغ الخلفي hind brain أول وأتبر جزء هو الدماغ الأمامي وبيتكون برضو من 3 أجزاء وهم كشرة المخ والمهاد وتحت المهاد لبقى كده احنا معنا الدماغ بينقسم إلى 3 مناطق دماغ أمامي ودماغ متوسط ودماغ خلفي الدماغ الأمامي بيتكون من 3 أجزاء وهم كشرة المخ ومنطقة المهاد ومنطقة تحت المهاد أول منطقة في الدماغ الأمامي هي كشرة المخ واسمها برضو نصفي كرة المخ لأن كشرة المخ دي لو بصنا عليها من فوق هنلاحظ إن هي عبارة عن نصين كبار نص يمين ونص شماء وبما إنهم شبع القرة فيبقى اسمها نصفي القرة وطالما إحنا في المخ يبقى اسمها من نصفي كرة المخ والنصين بيفصل ما بينهم شق كبير بس بيرتبطوا مع بعض عن طريق حزمة كبيرة وعريضة من الألياف العصبية نصفي المخ بيتعكسوا في وظيفتهم مع الجسم بمعنى إن نص المخي ليمين هو اللي بتحكم في نص الجسم الشمال ونص المخي الشمال هو اللي بتحكم في نص الجسم ليمين وبتم التنصيق ما بينهم وربطهم ببعض عن طريق حزمة من الألياف العصبية العريضة واللي اسمها كوربس كالوزون إشرة المخ بتتميز بوجود مجموعة من الانخفاضات والارتفاعات الانخفاضات دي اسمها الشقوق أو الأخديد والفرق ما بين الشق أو الأخدوط هو إن الأخدوط بيكون سطحي مش عميق وبيكون عددهم أكتر من الشقوق إنما الشقوق هي المنخفاضات العميقة وبيكون عددهم أقل والارتفاعات في كشة المخ بيكون اسمها الطياط أو التلفيف والغرض من الانخفاضات والارتفاعات دي هو إنها بتزود من مساحة سطح الدماغ كل ما يزيد عدد الانخفاضات بتزيد مساحة سطح المخ يعني بتزيد عدد الخلايا العصبية وبالتالي بتزيد في مستوى الزكاء والتفكير والزاكرة وكل وظائف المخ ويقال والله أعلم إن أكثر شخص عنده عدد من الطياط والتلفيف دي هو أينشتاين أكتر شخص قدروا يوصلوا لتشريح دماغه ولحظوا إنه عنده عدد كبير من الطياط والتلفيف كشرة المخ كل نصف منها بينقسم إلى خمس فصوص وهم بالترتيب كالآتي الفص الأمامي أو الجبهي وراء بيكون الفص الجداري ووراء خالص بيكون عند الأفع الفص الكفوي وبننزل تحت بنلاحظ وجود الفص الصدغي وآخر فص هو فص الجزيرة وفص الجزيرة مش بيكون ظاهر من الشكل الخارجي لإنه بيكون مضغط بالفص الجبهي والجداري ومش بيقدر نشوفه غير في القطاع العرضي لجشرة المخ تعال كده نشوف وظيفة كل فص منهم الفص الجبهي أو الأمامي هو الفص اللي بيميز مخ الإنسان عن باقي الحيوانات لإنه بيكون أطبر فص في مخ الإنسان وحجمه بيختلف في باقي الحيوانات وبالتالي بيشمل الوظائف اللي بتميز الإنسان عن باقي الحيوانات زي مثلا الزكرة والتفكير والتخاذ الكرات وبعد مراكز النطر والحرقات الأرضية اللي هي منها هو أن الفص الجبهي في مراكز الحركات الأرضية وبعض بناته الزكرة والنطر يعني ممكن نلخصهم في كلمة زنحر الزين هي الزكرة والنون هي النطق والحر اللي هي الحركات الأرضية وبالتالي كده لما أسألك عن فصوص المخ اللي بيكون مسؤول عن حركة الصوابع والإيد أو اتخاذ القرات أو مثلا تعلم لغة جديدة يعني نطق الكلمات الجديدة كل ده يكون مسؤول عنها الفص الجبهي وبالتالي لو حصل شلل لشخص يعني عدم القدرة الحركة مشكلته هتكون في الفص الجبهي نيجي بعد كده للفص الجداري الفص الجداري هو فص الاحساس زي الاحساس بالحرارة أو البرودة أو الضغط أو اللمس يعني الفص الجداري معظم شغله بيكون معه الجلد وبالتالي لما أقول لك مين الفص اللي بيستقبل الإشارات الحسية من جميع أطراف الجسم هتقولي الفص الجداري بعد كده الفص الكافوي اللي بيكون موجود في القفة يعني مؤخرة الرأس وبيكون موجود خلف الفص الجداري وأعلى المخيخ وظيفة الفص الكافوي هو أنه بيحتوي على مراكز حساسة بتتحكم في حسة البصر وحتى دايما بنسمع الناس الكبيرة تقولك بتضربش أي طفل على الأفع علشان مايفكتش حسة البصر علميا الكلام ده مظبوط لأن الفص الكافوي بيكون مسؤول عن حسة البصر كده فاضل الفص الصدغي الفص الصدغي بيكون مسؤول عن حسة الشم والتزوق والسمع هنا عندنا خمس حواس في جسم الإنسان وهم اللمس والبصر والتزوق والشم والسمع الفص الصدغي الوحده بيكون مسؤول عن ثلاثة وهم الشم والتزوق والسمع وبالنسبة لللمس بيكون في الفص الجداري اللي هو بيكون مسؤول عن الإحساس والبصر في الفص الكافوي يبقى كده الفص الجابهي هو الفص الوحيد اللي مش بيتحكم في أي حسة من حواس الجسم الخمسة نجي بعد كده لتاني جزء من أجزاء الدماغي الأمامي وهي منطقة المهاد المهاد معروف في الوسط الطبي بأنه سكرتير الدماغ لأن دور السكرتير هو التنسيق والمهاد وظيفته هو أنه بينسى السيالات العصبية الحسية اللي بتوصل لكشرة المخ السيالات العصبية الحسية يعني اللي دخلها لكشرة المخ السيالات الحسية معادة حسة الشم لأن السيالات الخاصة بحسة الشم بتروح مباشرة لنقشرة المخ منذير ما تعدي على السكرتيرا اللي هي منطقة المهاد بعدك ها نيجي للمنطقة اللي بتكون تحت المهاد واللي اسمها برضو منطقة تحت المهاد ودي بتحتوي على مراكز كتيرة بتتحكم في الأفعال العكسية زي مراكز الجوع والعطش والسمع والنوم وكمان بتنظم درجة حرارة الجسم تنظيم مش إحساس فبقى كده التحكم في درجة حرارة الجسم بيكون بالتعاون ما بين الفص الجداري اللي بيحس بدرجة الحرارة ومنطقة تحت المهاد اللي بتنظم درجة الحرارة وبكده نبقى خلصنا الدماج الامامي نيجي بعد كده للدماج المتوسط او الاوسط اللي اسمه ميت بيرين وهو اصغر اجزاء الدماج وهو حلقة الوصل ما بين الدماج الامامي والدماج الخلفي ويحتوي على مراكز عصبية بتحفظ التوازن العام للجسم وكمان بيحتوي على مراكز متصلة بالسامع والبصر وبتنظم الى عديد من الأفعال الانعكاسية زي أفعال الانعكاسية السامعية بص علشان نساعل عليك الدماغ المتوسط داشا ايان حال يتواصل ما بين الدماغ الامامي والدماغ الخلفي علشان كده محتاج ان احنا نديله tips وبالتالي وظيفته هنلاقيها في كلمة tips التوازن العام والبه البصر والسين السمع وكمان انضيف الأفعال الانعكاسية السامعية بعد كده آخر جزء معنا هو الدماغ الخلفي اللي بيتكون من المخيخ وأنطارة ذرول والنقاع المستطيل أول أجزاء الدماغ الخلفي هو المخيخ المخيخ بيكون شبه الأرنبيتة كده وبيكون موجود تحت الفص القفوي وخلف قنطارة ذرول والمخيخ بيتكون من ثلاث فصوص وظيفته هو انه بيحافظ على التوازن الجسم بالتعاون مع عضلات الجسم والأزن الداخلية يعني بص كده احنا نقدر نعتبر المخيخ ده كده زي صناعي سراميك دوره انه بيخلي السراميك موزون ومعدود وبيستخدم عامزان مية أكيد عارفينه أو سمعنا عنه قبل كده وعبارة عن ميزان كده بيكون في مية بيعرفنا وضع السراميك مزبوط ولا لا اهو ده بقى دور الأزن الداخلية هي اللي بتعرفنا وضع الجسم مزبوط ولا لا وبعد كده بيدي إشارة للعضلات ان هي تظبط التوازن وبالتالي كده المخيخ هو من الأعضاء اللي بتتأثر بشدة لما شخص يشرب مشروبات كحولية لانه بنلاحظ ان فيه انعدام في توازن الجسم بسبب ان الكحول بيأثر تأثير شريد على المخيخ واللي بيكون مسؤول عن حفظ توازن الجسم بعد كده نروح لقنطرة فارول والنخاع المستطيل اللي اتنين دورهم انهم بيوصلوا السيالات العصبية من الحبل الشوكي الى اجزاء الدماغ المختلفة والعكس صحية النخاع المستطيل بيكون في مراكز حيوية جدا 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 من اهمها المراكز التنفسية زي عضلات الحجاب الحاجز والعضلات بين الدلوع اللي بتنقبض وتنبسط علشان تساعد في عملية التنفس كمان النخاع المستطيل بيكون في مراكز تنظيم حركة اللوعية الدموية عارفين ان الشريم بتحتوي على عضلات بتنقبض وتنبسط علشان تحرك الدم بداخلها اللي بينظم الموضوع ده هو مراكز عصبية موجودة في النخاع المستطيل وكمان في مراكز البلع والقي والسعال والعطس وبالتالي كده حيات الفرض بتتوقف على عمل الدماغ الخلفي لانه بيكون فيه النخاع المستطيل اللي بيحتوي على مراكز حيوية مهمة في جسم الانسان بص علشان اسأل عليك في الحفظ النخاع المستطيل عليه من فوق كده كنترة اسمها كنترة فورل وبتحس انها عاملة زي القبعة فممكن نلخص وظيف النخاع المستطيل في جملة تحس قبعة الته التنفس والح حركة اللوعية الدموية والسين السعال والقاف القئ والبه البلع والعين العطس المكون التاني للجهاز العصب المركزي هو النخاع او الحبل الشوكي واللي بيكون يمتداد من الدماغ وبيبدأ من النخاع المستطيل وبيمتد بطول العمود الفقري النخاع الشوكي ما بيقلش اهمية عن الدماغ علشان كده بيتم حمايته بعظام العمود الفقري وكمان مرضه بيتغلف من الخارج بالاقشية السحقية زي الدماغ وبنفس ترتبهم من الخارج للداخل الام الجافية بعد كده الام العنكبوتية بعد كده الام الحنون وبيكون موجود داخل قناة على طول الفقرات اسمها القناة الشوكية او القناة العصبية طول النخاع الشوكي بيكون حوالي 45 سنتي وبيكون مجوف من الداخل علشان بيحتوي على القناة في النص كده اسمها القناة المركزية نسيج النخاع الشوكي بيتكون من طبقتين طبقة داخلية اسمها الطبقة او المادة الرمضية علشان لونها بيكون غامق وبتقول على شكل حرف الـ H والطبقة التانية هي الطبقة الخارجية والاسمها الطبقة او المادة البيضاء واكيد طبعا على شلنها ابيض الفكرة في موضوع الالوان ده هو ان النخاع الشوكي بيتكون من الخلال العصبية والخلية العصبية بتتكون من جسم الخلية والزوايد الشجيرية وبيخرج منها محور الخلية محور الخلية بيتقلب بمادة دهنية بيضة عزلة اسمها مادة المايلين ومادة المايلين دي بتكون موجودة في المحاور بس ومش بتكون موجودة في جسم الخلية العصبية لما أجسام الخلال العصبية كلها بتتجمع مع بعضها في منطقة معينة بيكون لونهم غامق فهي دي بقى المادة الرمضية والمحور أو آليا في الخلال دي لما بتتجمع مع بعضها بتكون لونها أبيض فبتكون المادة البيضاء وبكده النوقع الشوكي بيتكون من طبقاتين طبقة داخلية هي المادة الرمضية اللي قوامها بيكون من أجسام الخلال العصبية والزواد الشجارية وكمان خلايا الغراء العصبي والطبع الخارجية وهي المادة البيضاء اللي قومها من الألياف العصبية وبالتالي كده أكتر مناطق الجهاز العصبي بيكون فيها مواد دهنية هي المادة البيضاء لأن قومها من الألياف العصبية اللي بتحتوي على مادة الميلين البيضاء الدهنية المادة الرمضية الداخلية دورها أنها بتعتبر المركز الرئيسي للأفعال الانعكاسية وده لأنها بتحتوي على ألاف الأقواس الانعكاسية القوص اللي انها كاسي بيتكون من خلية العصبية الحسية والحرقية والموصلة علشان الخلية العصبية الحسية دورها انها بتنيل الاشارات الحسية من عدو الاستقبال زي الجلد مثلا وبتوصله للخلية العصبية الموصلة اللي بتوصل ما بين الخلية الحسية والحرقية بعد كده الخلية العصبية الحرقية بتنيل الاشارة الحرقية لعدو الاستجابة زي العضلات او الغداد فبقى كده اسمه فعل منعكس حصل في الحبل الشوكي علشان فيه ألاف من الأقواس الانعكاسية المادة الرمضية في النخاع الشوكي على شكل حرف ال H يعني ليه أربع قرون اتنين ناحية البط فنول عليهم القرون البطنية أو قرنين بطنيين واثنين ناحية الظهر فنول عليهم القرون الزهرية أو قرنين زهريين انما بالنسبة للمادة البيضة الخارجية وظيفتها انها بتعمل قناكل أو موسل السلطة العصبية من جميع عجزاء الجسم المختلفة إلى المراكز الرئاسية في الدماغ والعكس صحيح وزي ما الحبل الشوكي بيتكون من المادة رمضية داخلية ومادة بيضاء خارجية الدماغ برضو بيتكون من المادة رمضية وبيضاء ولكن أمكنهم في الدماغ بتكون عكس الحبل الشوكي في الدماغ المادة الرمضية هي اللي بتكون خارجية والمادة البيضاء هي اللي بتكون داخلية بعد ما عرفنا ان الجهاز العصبي بيتكون من جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي وقلنا ان الجهاز العصبي المركزي بيشمل التركيب اللي بتكون موجودة في مركز الجسم وهما الدماغ والنخاع الشوكي فاضل كده الجهاز العصبي الطرفي ومن اسمه بنفهم انه بيتكون من الاعصاب الطرفية بيشمل كل من الاعصاب الدماغية واللي بيكون عددهم 12 زوج من الاعصاب 12 زوج يعني 24 عصاب والعصاب دي بتتطرف من الدماغ عشان كده يسمها العصاب الدماغية والنوع الثاني من العصاب وهي العصاب الشوكية وعددتهم 31 زوج من العصاب اللي بيتطرفوا أو بيخرجوا من النخاع الشوكي العصاب دي سواء كانت الدماغية أو الشوكية بتنتشر في الجسم كله علشان تربط وتوصل ما بين الجهاز العصاب المركزي وما بين جميع أجزاء الجسم فيبقى كده دور الجهاز العصبي الطرفي هو أنه بيربط الجهاز العصبي المركزي بجميع أجزاء الجسم تعالى الأول نراجع يعني ايه أصلا كلمة عصب المكون الأساسي والوحدة البنائية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية الخلية العصبية دي في منها ثلاث أنواع وهم الخلية العصبية الحسية والخلية العصبية الحرقية والخلية العصبية الموصلة وطبعا الموصلة أو الرابطة ما بينهم وبشكل عام قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان الخلية العصبية بتتكون من جسم الخلية العصبية ومحور والمحور هو اللي بيخرج من الجسم واسمه محور الخلية العصبية او الليفة العصبية محور الخلية العصبية بيكون متغلب بغلاف اسمه الغلاف العصبي او النيوروليمة وكل مجموعة من المحاور العصبية مع بعضها بتكون حزمة اسمها الحزمة العصبية والحزمة العصبية دي بتكون متغلفة بغلاف اسمه غلاف الحزمة وده بيتكون من السيج ضم بيحيد بكل حزمة عصبية نمسك كل مجموعة من الحزم العصبية مع بعضهم بيكونوني في النهاية حاجة اسمها العصب والعصب بيكون متغلف بغلاف من الخارج اسمه غلاف العصب فيبقى كده احنا عرفنا يعني عصب هو عبارة عن مجموعة من ألياف عصبية اتكونت مع بعضها كونت لي حزم عصبية والحزم العصبية مع بعضها كونت لي العصب وزي ما الخلال العصبية بيكون في منها أنواع العصب برضو بيكون في منه أنواع على حسب الألياف العصبية أو المحاور اللي بيتكون منها فلو العصب بيتكون من محاور عصبية حسية بس يبقى كده اسمه عصب حسي ويبقى كده دور العصب الحسي هو انه بينقل السيال العصبي الحسي من اعضاء الاستقبال الى الجهاز العصبي المركزي اعضاء الاستقبال زي الجلد مثلا ولو العصب ده بيتكون من محاول عصبية حرقية بس فيبقى كده اسمه عصب حرقي ويبقى دور العصب الحرقي هو انه بينقل الاوامر الحرقية من الجهاز العصب المركزي الى اعضاء الاستجابة زي مثلا العضلات والغدد طيب لو العصب ده بيتكون من محاول عصبية حسية وحرقية مع بعض اللي اتنين مع بعض هنا يبقى اسمه عصب مختلط أو عصب مشترك يعني بيجمع ما بين اللي اتنين ويبقى كده دور العصب المختلطة هو انها بتنقل السيالات العصبية الحسية من اعضاء الاستقبال زي الجلد الى الجهاز العصبي المركزي وكمان بعد كده بتنقل الاوامر التنبيهية من الجهاز العصبي المركزي الى اعضاء الاستجابة زي الغدد والعضلات ويبقى كده اتجاه انتقال السيال العصبي في العصب الحسي هيكون في اتجاه واحد بس وفي العصب الحرقي برضو هيكون في اتجاه واحد بس انما في العصب المختلط السيال العصبي بينتقل في اتجاهين متعاكسين لانه طبعا بيتكون من خلايا عصبية حسية بتاني للسيال العصبي في اتجاه وخلايا عصبية حرقية بتاني للسيال العصبي في اتجاه معاكس له واحنا قلنا ان الجهاز العصب الطرفي بيتكون من 12 زوج من الاعصاب الدماغية اللي بتخرج من الدماغ والاعصاب الدماغية دي بيكون في منها اعصاب حسية وبيكون في منها اعصاب حرقية وبيكون في منها اعصاب مختلطة انما الاعصاب الشوكية واللي عددهم 31 زوج واللي طبعا بيخرجوا من النخاع الشوكي كل الاعصاب الشوكية هي عبارة عن اعصاب مختلطة بس يعني حسية وحرقية مع بعض احنا عارفين ان الحبل الشوكي بيكون موجود داخل العمود الفقري والحبل الشوكي قلنا ان طوله بيكون حوالي 45 سنتيمتر في الشخص البالغ وبيكون موجود داخل قناة عصبية على طول العمود الفقري وبالتالي العصاب الشوكية اللي بتخرج منه بتكون متوزعة على جانبي العمود الفقري في مناطق مختلفة تعالى الاول بس نعرف مناطق العمود الفقري احنا معنا العمود الفقري بيتكون من 33 فقرة متأسمين على خمس مناطق هنجبهم من فوق لتحت اول منطقة معنا فوق اسمها منطقة العنق اللي هي منطقة الرهبة ومنطقة العنق بيكون فيها 7 فقرات عنقية بعد كده المنطقة التانية وهي منطقة الظهر وبيكون فيها 12 فقرة ظهرية او بنقول عليها 12 فقرة صدرية بعد كده المنطقة التالتة وبيكون فيها خمس فقرات بنقول عليهم خمس فقرات قطنية وبعد كده المنطقة الرابعة وهي منطقة العجز وبيكون فيها خمس فقرات عجزية والمنطقة الخمسة والأخيرة وهي منطقة العصعص واللي بيكون فيها أربح فقرات عصعصية كل منطقة بيخرج منها عدد من العصاب الشوكية فيه اللي بيكون فيه نفس عدد الفقرات وفيه اللي بيختلف عنه يعني مثلا العلق فيها سبع فقرات بس ولكن بيخرج منها 8 أزواج من العصاب الشوكية والعصعص بيكون فيه أربح فقرات بس بس بيخرج منه زوج واحد من العصاب الشوكية وباقي المناطق نفس عدد الفقرات هي نفس عدد أزواج العصاب في الضهر معنا 12 فقرة وبيخرج بـ 12 زوج من العصاب الشوكية وفي القطنية معنا 5 فقرات وبيخرج 5 أزواج من العصاب الشوكية وكذلك في العجز معنا 5 فقرات عجزية وبيخرج 5 أزواج من العصاب الشوكية فبقى كده احنا معنا اجمالي عدد الفقرات 33 فقرة ولكن اجمالي عدد ازواج الاعصاب 31 زوج من العصاب الشوكية يعني كده عدد الفقرات بيكون اكتر من عدد ازواج العصاب الشوكية احنا قلنا ان كل العصاب الشوكية هي عصاب مختلطة يعني بيكون فيها عصاب حرقية وعصاب حسية والعصاب الشوكية لما بتخرج من الحبل الشوكي بيكون لها جدرين جدر ناحية البطن فبنقول عليه اسم جدر بطني وجدر ناحية الظهر فبنقول عليه جدر ظهري الجدر البطني بيحتوي على الألياف الحرقية وبالتالي كده بينهل الرسائل أو الأوامر من الدماغ والنخاع الشوكي لأعضاء الاستجابة والجدر الثاني اللي هو بيكون ناحية الظهر والاسمه الجدر الظهري بيكون فيه ألياف حسية وبالتالي بينهل الرسائل أو السلاة العصبية من أعضاء الاستقبال إلى الدماغ والنخاع الشوكي فيبقى كده الجدر البطني فيه ألياف حرقية وليحفظها بكلمة بحر بطني يبقى حرقي والزهري عكسه يبقى حسي بعد كده تعالى نعرف يعني ايه فعل منعكس أو الكوس الإعناكاسي عارف لو أنا دلوقتي جيت وشكيتك بتبوس هتسحب إيدك بسرعة أو مثلا لساعتك أو حتى خضيتك رد فعلك السريع ده اسمه الفعل المنعكس والفعل المنعكس بيحصل خلال الكوس الإعناكاسي فبكده الكوس الإعناكاسي هو وحدة النشاط العصبي بجسم الإنساء الكوس الإعناكاسي بيتكون بشكل أساسي من عضو الإحساس اللي بنقول عليه عضو الاستقبال يعني بيستقبل الإشارات الحسية زي مثلا الجلد أو العين بعد كده بيكون متصل بخلية عصبية حسية بتني للإشارة الحسية من عضو الاستقبال للنخاع الشوكي فبقى اسمها برضو خلية عصبية واردة والمكون التالت وهو الخلية العصبية الموصلة أو الخلية العصبية الرابطة واللي بتكون موجودة داخل المادة الرمضية للنخاع الشوكي وبعد كده الخلية العصبية الحرقية اللي بتاخد الأوامر وتنقلها لعدو الاستجابة فبنقول عليها برضو اسم الخلية العصبية الصادرة وآخر حاجة خالص وهو العدو المستجيب أو العدو المنفذ زي مثلا العضلات أو الغدد ده ببساطة تركيب القوس الإنعكاسي ولكن أقل أو أبسط مكواس الإنعكاسية بيكون فيه أربع مكونات بس لأنه مش بيحتوي على الخلية العصبية الموصلة وساعتها بنقول عليه أبسط الأقواس الإنعكاسية ولكن بيحتوي على باية المكونات بشكل طبيعي بنلاحظ في القوس الإنعكاسي شوية حاجات مهمة زي مثلا إن جسم الخلية العصبية مش بيكون موجود داخل المادة الرمضية للنخاع الشوكي واللي بيكون موجود داخل المادة الرمضية هو جسم الخلية العصبية الحرقية والخلية العصبية الموصلة كلها بتكون موجودة داخل المادة الرمضية وبعد درستنا لأنواع الخلية العصبية كويس جدا هنلاحظ إن الخلية العصبية الحسية بيكون لها محور واحد بيتفرع من جسمها إلى فرعين فرع طويل بينتهي بتركيب شبه الزواد الشجيرية بتكون موجودة في عدو الاستهبال والفرع الثاني بيكون قصير بينتهي في النخاع الشوكي فيبقى كده المسافة ما بين جسم الخلية العصبية وزويتها الشجيرية أكبر من المسافة ما بين جسم الخلية العصبية الحسية والنهايات العصبية طيب هو القوصة للنكاسي بيكون تحت تأثير النخاع الشوكي ولا الدماغ هو أصلا وظيفة النخاع الشوكي أنه هو المركز الرئيس للأقواص للنكاسية وبالتالي كده القوصة للنكاسي بيكون تحت سيطرة النخاع الشوكي علشان كده بيكون استجابته سريعة لكن مثلا الإحساس بالألم بيكون بطيء مقراطا بالفعل المنعكس بص دلوقتي لو تلاسعت من شامعة أو أي حاجة سخنة أول حاجة بتحصل هو أنك بتسحب إيدك بعيد عن المؤثر ده وبعد كده بتبدأ أن أنت تحس بالألم تحس بالألم الفعلي اللي هو الوجع فعلا لما سحبت إيدك ده كان اسمه فعل منعكس لازم يكون سريع لأنه بيني الإشارات مهمة والإشارات دي بتهدد حياة الإنسان علشان كده الفعل المنعكس بيكون تحت سيطرة النخاع الشوكي لكن الإحساس بالألم أو الوجع كان متأخر لأن الإحساس بيكون مسؤول عنه المؤخ بالتحديد الفص الجداري والمؤخ استجابته بتكون أبطأ من النخاع الشوكي علشان كده أنت بتسحب إيدك الأول وبعد شوية بتبدأ أن أنت تحس بالألم لأن سحبان الإيد اسمه فعلا منعكس وقالنا أنه هو بيكون تحت سيطرة النخاع الشوكي واللي بيكون أسرع وغارب للمؤثر إنما الإحساس بالألم بيكون أبطأ لأنه تحت تأثير المخ وبالتالي استجابته بتكون أبطأ عن النخاع الشوكي القوس الإنعكاسي بيكون في منه نعين ممكن يكون قوس إنعكاسي إراضي وممكن يكون قوس إنعكاسي لإراضي إراضي يعني العدو المستجيب هو عدو بنقدر أن نحن نتحكم فيه زي مثلا العضلات الأراضية واللي عن عرافها دلوقتي ولا إراضي بيكون نتصل بعضه مش بنقدر أن نحن نتحكم فيه زي مثلا العضلات الملساء أو عضلات القلب أو الغدد والغدد زي مثلا البنكرياس والغدد الكسرية وغيرها من الغدد تعال كده نعرف الأول أنواع العضلات بتنقسم إلى أنسج العضلية إلى ثلاث أنواع العضلات الملساء والعضلات الهيكلية والعضلات القلبية العضلات الملساء بتكون موجودة عادة في جدار القناة الهضمية زي المريء والمعدة والأمعاء علشان تنقبض وتنبسط وبالتالي بتنهل الطعام على طول القناة الهضمية وبالتالي بتعمل حركة اسمها الحركة الدودية وهي عبارة عن مجموعة من الانقبضات والانبساطات على طول القناة الهضمية كمان العضلات الملساء بتكون موجودة في المساء البولية وبتكون لوجودة في الرحم والأوعية الدموية باختصار كده العضلات الملساة هي كل عضلات الجسم اللي مش بنتحكم فيها لغير عضلات القلب بعد كده العضلات الهيكلية هي كل العضلات اللي بنتحكم فيها وبتكونوا اتصلة بالعظام زي عضلات الإيدين وعضلات الرجلين والجزع بعد كده العضلات القلبية وده العضلات اللي بتكون موجودة في القلب وعضلات القلب بتحتوي على أقراس بينية بتربط ما بين الألياف العضلية وبعضها وبتخلي القلب ينبت بشكل متزن ومنتظم لو هنصنف الثلاث أنواع من حيث الأراضية يعني العضلات اللي بنقدر إننا نتحكم فيها فيبقى العضلات الملساة عضلات لا إراضية يعني مش بنتحكم فيها والعضلات القلبية غير إراضية برضو مش بنتحكم فيها والعضلات الهيكلية هي العضلات الوحيدة العرضية يعني العضلات الوحيدة اللي بنقدر إننا نحن نحركها إنما لو هنصنفهم من حيث شكلهم يعني إن عضلات دي مخططة ولا مش مخططة هتكون العضلات القلبية عضلات مخططة وعضلات الهيكلية برضو بتكون عضلات مخططة إنما العضلات الملساة هي العضلات الوحيدة الغير مخططة حتى من اسمها بنعرف إنها ملساة وغير مخططة ودلوقتي لو القوس الانعكاسي متصل بعضلة مثلا زي الساق يعني كده عضلة هيكلية إراضية يبقى اسمه قوس انعكاسي إراضي إنما مثلا لو متصل بعضلات ملساة أو عضلات قلبية أو غدد فيبقى اسمه القوس الانعكاسي اللا إراضي معظم وظيف الجسم اللي مش بنقدر متحكم فيها زي مثلا حركة عضلات القلب والهضمين وانقباط وانبساط الأوعية الدموية وكمان زي أفرزات الغدد كل دي وظيف مش بتكون تحت إراضة الإنسان والجهاز اللي بتحكم فيها هو الجهاز العصبي الزاتي Autonomic Nervous System الجهاز العصب الزاتي هو جزء من الجهاز العصبي الطرفي يعني عبارة عن عصاب بتخرج ياما من الدماغ أو النفاع الشوكي الجهاز العصب الزاتي بيتكون من جهاز عصبي سيمبساوي Sympathetic Nervous System وجهاز عصبي باراسيمبساوي باراسيمبساتيك Nervous System الجهاز العصبي السيمبساوي وظيفته بتتلخص في كلمة أو في جملة Fight and Flight يعني بيشتغل في حالة الكطان والهروب يعني هو المعروف باسم جهاز الطوارئ يعني مثلا الجهاز اللي بيزود ضغط الدم وبيزود النبض وكمان بيقوي الانقباط كل دي حاجات بتحصل في حالة الطوارئ وكمان في وقت القطال أو الغروب بيحصل اتساع في حدقة العين وزيادة في إفراز هيرمون الأدرينالين اللي هو هيرمون الطوارئ واللي برضو بيكون معروف باسم الهيبنفران وكمان الجهاز السنبساوي بيزود سكر الدم بسبب تكسير الجلايكوجين اللي بيكون متخزن في الكبد فبيتحول إلى جلوكوز ويكون موبود في الدم وبالتالي بيسبب زيادة سكر الدم كل دي حاجات بيعملها الجهاز العصبي السنبساوي كمان وانت فسط الخناعة أو بتهرب من الخناعة مش هينفع توقف الخناعة وتقول لهم هروح عامل حمام لأن الجهاز العصبي السنبساوي لما بيشتغل بيسبب انبساط المسانة فبتكبر في حجمها وبتستوعب كمية أكبر من البول وبتمنع الإحساس بالرغبة في التبول الجهاز العصبي البارا السنبساوي بيشتغل عكس السنبساوي في معظم الوظائف معظم الوظائف مش كلها وهنعرف لي دلوقتي وظيفة الجهاز العصبي البارا السنبساوي بتتلخص في جملة Rest and Digest يعني بيشتغل في وقت الراحة والهضم يعني كده الجهاز العصبي البارا السنبساوي هو اللي بيقلل من معدل النط وكمان بيقلل موقوط الانقباض وطالما وقت الراحة يبقى برضو بيديع حضقة العين على عكس الجهاز السنبساوي البارا السنبساوي بيزود أي حاجة لها علاقة بالهضم ما احنا خلاص قلنا Rest and Digest يبقى كيد هو اللي بيزود إفرازات اللعاب وكمان بيزود إفرازات البنكرياس وبيسبب زيادة إفرازات الغدد المعيدية وبيسبب انقباض الحويصلة الصفروية وانقباض اللوعية اللي بتكون موجودة في جدار المعدة والأمعاء والقولون كده فهمنا الفكرة بشكل عام وفي الآخر هنرتبهم في جدوى حلو كده علشان ما ننساهمش تعال بقى نعرف الألياف العصبية لكل جهاز بتخرج منين أو بتنشأ منين في الجسم بالنسبة للجهاز العصبي السنبساوي أليافه العصبية بتخرج من المنطقة الصدرية أو القطنية للنخاع الشوكي يعني كده كل أليافه من العصاب الشوكية بس فمثلا دلوقتي لو قلتلك العصاب اللي بتزود نبض القلب بتخرج منين هتقول لي طالما بتزود نبض القلب يبقى كده جهاز عصبي سنبساوي والسنبساوي أليافه يئمة من المنطقة الصدرية أو القطنية للنخاع الشوكي والقلب بيكون موجود في منطية الصدر يبقى كده الألياف العصبية اللي بتزود نبض القلب بتنشأ من المنطقة الصدرية للنخاع الشوكي وهكذا إنما الجهاز العصبي البارسنبساوي أعصابه بتنشأ من منطقة جزع الدماغ والمنطقة العجزية جزع الدماغ بيشمل كل من الدماغ المتوسط وكنطر الدفارون والنخاع المستطيل طيب دلوقتي لما أقول لك أي منطقة بينشأ منها النيف العصبي اللي بيسبب انقباض المسانة هتقول لي انقباض المسانة ده شغل الجهاز العصبي البارسنبساوي وأليافه يئمة من جزع الدماغ أو من المنطقة العجزية في النخاع الشوكي والمسانة بتكون أعرب للمنطقة العجزية فبقى كده النيف العصبي اللي بيكون مسؤول عن انقباض المسانة بينشأ من المنطقة العجزية التابعة للجهاز العصبي البارسنبساوي وهكذا فدلوقتي تعالى نعمل مقارنة ما بين دور الجهاز العصبي السنبساوي ودور الجهاز العصبي البارسنبساوي بالنسبة للعين الجهاز العصبي السنبساوي بيعمل على تساع حضقة العين وطالما حضقة العين يبقى كده الألياف العصبية المسؤولة عن تساء حضقة العين هيكون منشأها هي المنطقة الصدرية المنطقة الصدرية لأنها بتكون تابعة للجهاز العصبي السمبساوي أنما الجهاز العصب البارة السمبساوي بيكون عكسه وبالتالي بيعمل على تدييق حضقة العين وتبقى الألياف اللي بتعمل على تدييق حضقة العين منشأها هيكون من منطقة جزع الدماغ التابعة للجهاز العصبي البارة سمبساوي بالنسبة للغدد اللعبية جهاز العصب السنبساوي بيقلل افراز الغدد اللعبية على عكس طبعا البرس سنبساوي اللي ونظفته رست وديجست يعني كده هضم فهو انه هو هيسبب افراز الغدد اللعبية هيسبب زيادة افراز الغدد اللعبية طيب بالنسبة للجهاز التنفسي جهاز العصب السنبساوي بيسبب امبساط الكصايبات الهوائية امبساط يعني اتساع الكصايبات الهوائية وكمان بيصبط يعني بيقلل من افرازتها على عكس طبعا الجهاز العصبي البارة السنبساوي اللي بيسبب انكباض القصبات الهوائية وبيزود من فرزاتها علشان كده في مرض اسمه الرابو الرابو اللي هو عراضه كحة ببلغم من اساليب علاج مرض الرابو هو التأثير على الجهاز العصبي السنبساوي فلما بينشط الجهاز العصب السنبساوي بيسبب انبساط القصب الهوائية يعني بيسبب توسعها وبيقلل من فرزاتها علشان يقلل شوية من عراض مرض الرابو طيب بالنسبة للقلب خلاص بالنسبة للقلب عرفنا ان الجهاز العصب السمبساوي بيزود معدل النبض وبيزود من قوة الانكباض على العكس البارة السمبساوي اللي بيقلل من معدل النبض وبرضو بيقلل من قوة الانكباض طيب العصاب اللي بتسبب زيادة نبض القلب طبعا هيكون منشهة من المنطقة الصدرية للنخاع الشوكي والعصاب اللي بتقلل نبض القلب هيكون منشهة من منطقة جزعة الدماغ الأوعية الدموية الجهاز العصب السمبساوي بسبب انقباض الأوعية اللي بتكون موجودة في الجلد والعشاء اللي هي العمعاء يعني والغدد اللعبية والدماغ والأعضاء التناسلية والرئة على العكس طبعا الجهاز العصب السمبساوي اللي بيسبب انبساط الأوعية اللي بتكون موجودة في الغدد اللعبية والأعضاء التناسلية وبالنسبة للقناة الهضمية طبعا الجهاز العصب السمبساوي بيقلل من إفرازات القناة الهضمية وبالتالي بيسبب مبساط كلها من جدار المعدة واللمعاء والكولون وطبعا الجهاز العصبي البرسنبساوي رست وتيجست يعني هضم يعني كده هيسبب زيادة إفراز القناة الهضمية يعني هيسبب انقباض الجدار المعدة واللمعاء والكولون وخرس كده احنا الحتة دي فهمناها كويس جدا طيب بالنسبة للكبد جهاز العصبي السنبساوي بيسبب تكسير الجليكوجين اللي متخزن في الكبد فبيزود كمية الجلوكوز الموجودة في الدم يعني بيزود مستوى السكر في الدم طيب وبالنسبة للجهاز العصبي البرسنبساوي بيسبب انقباض الحويصلة الصفراوية اللي بتكون موجودة أسفل الكبد طيب بالنسبة للنخائع الغدة الكذرية احنا عندنا غدة اسمها الغدة الكذرية بتكون موجودة فوق الكليا ممكن نقول عليها برضو الغدة هي الفوق كنوية الغدة دي بيكون لها كشرة ونخائع الكشرة من اسمها بتكون موجودة الجهة الخارج والنخائع بيكون موجود في المركز النخائع ده هو اللي بيفرز هرمون الادرينالين او المعروب باسم الтобنفرن طيب احنا معنا الجهاز السنبساوي قلنا ان هو جهاز الطوارئ وطبعا هرمون الادرينالين هو هرمون الطوارئ وبالتالي كده تأثير الجهاز العصبي السنبساوي هو انه بيسبب افراز هرمون الادرينالين وبالتالي بيرفع ضغط الدم وبيزود سرعة القلب وبيزود كمان من مستوى السكر في الدم ولكن الجهاز العصب البراسين بسوي اصلا عصابه مش بتكون متصلة بالمنطقة دي علشان كده احنا قلنا ان الجهازين بيكونوا عكس بعض في معظم الوظائف مش في كل الوظائف يعني مثلا لو جيت قلتلك ان الجهاز العصب البراسين بسوي بيقلل افراز الادرنيالين هتقولي طبعا غلط لان الجهاز العصبي البراسين بسوي الياف اصلا الياف العصبية مش بتكون متصلة بمنطقة نخاع الغدة الكذرية وبالتالي البرسين بسوي السين بسوي بيكون عكس بعض في معظم الوظائف مش في كل الوظائف واخر حاجة المسانة البولية المسانة البولية الجهاز العصبي السين بسوي بيعمل على انبساط المسانة وبالتالي الالياف اللي بتكون مسؤولة عن انبساط المسانة بيكون مكانها او بيكون منشها من المنطقة القطنية التابعة للجهاز السين بسوي ولكن الجهاز العصبي البرسم بساوي بيسبب انقباض المسانة وبالتالي كده الالياف اللي بتسبب انقباض المسانة انه بيكون مكانها او منشاها المنطقة العجزية للنخاع الشوك وحدة بنية الجهاز العصبي هي الخلية العصبية ودور معظم الخلاية دي هي انها بتني للشارات العصبية من عضو العضو تاني ومن مكان لمكان تاني شكة الدبوس او اللاسعة اللي بتحسها دي هي عبارة عن اشارة عصبية بتنتقل من المكان اللي تلسعت فيه لحد ما توصل المخ او النخاع الشوكي وترجع تاني في شكل اوامر علشان تحرك ايدك كل دي اشارات عصبية اللي بتنينا الخلايا العصبية بس اكيد مش خلية عصبية واحدة هي اللي بتني لكل الاشارات دي واكيد كمان مش خلية عصبية واحدة بتني للاشارة على طول جسمنا جسمنا بيكون مليان بملايين ومليارات الخلايا العصبية بس نحن نهاردة هنفهم ونشرح المكان اللي بتتصل فيه الخلال عصبية مع بعضها زي المفصل كده بيكون مبوض ما بين العظام بس المفصل ده في العصاب اسمه التشابك العصبي أو سينابس الخلال عصبية ممكن تكون متصلة بخلية عصبية تانية زيها وفي الحالة دي التشابك اسمه تشابك عصبي عصبي وممكن الخلال عصبية تكون متصلة بعضلة اللي هي الخلية العضلية أو الليفة العضلية وفي الحالة دي اسمه تشابك عصبي عضلي وممكن تكون متصلة بخلية في غدة زي مثلا الغدة الدرقية أو الغدة القذرية وهكذا وفي الحالة دي اسمه تشابك عصبي غدي لو فهمنا تكوين تشابك العصبي ما بين خليتين عصبيتين وإزداء الإشارة العصبية دي أو الساري العصبي بينتقن خلالهم اللي جاي بعد كده هيكون سهل إن شاء الله الخلية العصبية بشكل عام بتتكون من جسم ومحور والجسم بيخرج منه شوية زوايد اسمها الزوايد الشجيرية ودور جسم الخلية العصبية والزوايد الشجيرية هو انه بيستقبله السيالة العصبي لكن المحور بينتهي بنهايات اسمها نهايات عصبية او زوايد محورية علشان بتخرج من المحور وكده يعني النهايات العصبية دي في نهايتها انتفاخات اسمها الازرار يعني كده الأزرار دي يعبار عن انتفاخات في نهاية التفرعات النهائية يعني أنقول عليها نهية النهية قصاد الأزرار دي بيكون فيه موبود الزوايد الشجيرية والزوايد الشجيري دي بتكون تبع الخلية العصبية التانية اللي بتكون متصلة بيها والخليتين العصبيتين مش بيكونوا لمسين بعض لأنه بيكون فيه ما بينهم فراغ الفراغ دي اسمه شق التشابك يعني كده التشابك العصبي بيتكون من أزرار التفرعات النهائية نخلية عصبية وزواية شجيرية بتاعة الخلية العصبية التانية المتصلة معاها وما بينهم شق اسمه شق التشابك وغشاء الأزرار اسمه جشامة قبل التشابكي وغشاء الزواية الشجيرية اسمه غشامة بعد التشابكي الأزرار بيكون موجود جواها أكياس اسمها الحويصلات التشابكية أو الحويصلات العصبية الأكياس دي جواها مواد كيميائية مهمة جدا اسمها النواقل الكيميائية أو النواقل العصبية ومن نشارها طبعا عندنا الاسطايل كولين وهيرمون النور أدرنالين والنور أدرنالين هو عبارة عن هيرمون عصب ناكل بتفرزه الغدة الكذرية تعالا بقى نفهم ازاي السيال العصبي بينتقل من خلية عصبية لخلية عصبية تانية أول ما السيال العصبي بيوصل لمنطقة الأزرار بيكون فيه أيونات اسمها أيونات الكلسام بتكون موجودة خارج غشاء الأزرار وأول ما تشوف السيال العصبي جاي بتدخل أيونات الكلسام إلى الداخل داخل الأزرار فبتسبب انفجار الحويصلات التشابكية اللي بيكون جواها النواقل الكيميائية فتخرج النواقل الكيميائية من الحويصلات التشابكية وتمشي في منطقة شق التشابك لحد ما توصل للغشاء ما بعد التشابكي وإن بالمناسبة ممكن يكون زواية شجيرية الخلية عصبية وممكن يكون غشاء ليفة عضلية وممكن يكون غشاء خلية في غدة زي ما قلنا إلى أنواع الثلاثة المهم لما توصل النواقل الكيميائية دي للسطحة الغشاء ما بعد التشابكي بيلاقي مستقبلات خاصة به اسمها طبعا مستقبلات النواقل الكيميائية المستقبلات دي بعد التستقبل النواقل الكيميائية بتسبب انتقال السيل العصبي من خلية عصبية لخلية عصبية تانية فبيحصل لها نفس التأثير اللي حصل للخلية العصبية اللي قبلها يعني السوديوم بيدخل لداخل الخلية العصبية والبوتاسيوم بيخرج وفرق الجود بدل ما كان ساني بسبعين بيتحول ويكون موجب أربعين يعني بيحصل لها إزالة استقطاب فبيتكون السيل العصبي وبيبدأ أنه ينتقل من جسم الخلية للمحور ومن خلية لخلية تانية وهكذا بعد ما السيل العصبي بينتقل هنا بيجي دور انزيم الكولين استريز اللي بيكسر إلى ستايل كولين فبيوقف عمله انزيم الكولين استريز بيكون موجود في منطية شك التشابك جنب الزواد الشجيرية يعني بيكون موجود جنب شغله علشان شغله بيكون موجود على انجلشان ما بعد التشابك وبالتالي كده احنا بنستنتج أن الاسطايل كولين هو اللي بيسبب انقباض العضلات لكن الكولين استريز هو اللي بيسبب انبساط العضلات لأنه بيوقف شغل الاسطايل كولين ولو ما كانش موجود الكولين استريز العضلة أو الخلية العصبية هتفضل في حالة استصارة وده بيسبب حالة من التشنج العضني احنا كده بديفهم ان الخلية العصبية علشان توصل لها الاشارة لازم يوصل الاسطايل كولين ويقعد على المستقبلات بتاعته فدلوقتي في بعض الحيوانات المفترسة بتحقن فريستها بمادة سمة بتسبب لها شلل علشان تعرف تسيطر عليها اللي بيحصل هو ان المادة السمة دي هي اللي بتروح تقعد على المستقبلات بدل الاسطايل كولين وبكده الاشارة العصبية مش هتنتقل من خلية للتانية فبيحصل شلل وبكده الفريسة مش هتقدر ان هي تتحرك واشهر حاجة حابب اضيفها هو ان الخلية العصبية ممكن تتصل باكتر من خلية عصبية وبتنيل لها الاشارة بنفس الشدة وبنفس التأثير من غير ما يحصل ضعف للاشارة زي فكرة مشترك القعربة كده بالزبط اشتركوا في القناة